بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوح وطبعا أحببت في هذا الفيديو أن أشارك معكم طريقة غريبة نوعا ما تستطيع من خلالها مشاهدة ما يتم يعني بثه في جهاز الاستقبال على هاتفك حتى وإن كنت في دولة أخرى مثلا عائلتك موجودة في دولة وأنت في دولة أخرى يمكن لهم أن يشاركوا معك يعني ما يقوم بمشاهدتي على التلفاز على هاتفك إخواني الكرام بها الطريقة الغريبة نوعا ما إخواني الكرام طبعا يعني سبق وانشرحت شخصيا تطبيق يسمح لك ببث يعني ما هو موجود في جهاز الاستقبال على هاتفك بدون تطبيق هذه الخطوات التي سوف نشرح في هذا الدرس وذلك بطبع الحال باستعمال يعني التطبيق ويجب أن يكون جهاز الاستقبال الذي تتوفر عليه يعني يدعم الواي فاي يمكن الاتصال من خلاله على الأنترنت لكن هناك أجهزة الاستقبال عند بعض الإخوان الكرام الذي قد تجدها قديم يعني وليس فيه يعني الواي فاي لا يمكن الاتصال فيه يعني على الأنترنت لهذا هاتف الطريقة موجهة لك وموجهة أيضا يعني للناس الذين موجودون يعني في دولة أخرى وكما ذكرت هناك بث مباشر لمباراة معينة أو شي معين في منزلكم يعني على الجهاز الاستقبال الذي تتوفر فيه في منزلك وتتواجد فيه مدينة أخرى ودولة أخرى يعني لا تستطيع بث أو مشاهدة ذلك البث أو شي من هذا القبيل فكما ذكرت يعني هاتف الطريقة إخواني الكرام سوف تستطيع مشاهدة ما يشاهد عائلتك في دولة أخرى طيب يعني الطريقة عليين طريقة ببساطة سوف تحتاج فيها إلى هاتين الكيبلات كما سوف تشاهدون وسوف نحتاج فيها إلى الحاسوب فكما ذكرت طريقة سابقة ونشرحتها لن تحتاج إلى حاسوب ولا كيبلات ولا أي شي لكن هاتي الطريقة موجهة للناس الذين لديهم يعني جهاز استقبال ليدعم الواي فاي وسوف تحتاج أيضا إلى قطعة آتي القطعة إخواني الكرام كما سوف تشاهد التي ثمان وستة إلى سبعة دولارات كأكبر يعني تقدير ومتوفرة في أي متاجر تبيع الأشياء الخاصة بالإلكترونية في أي دولة في العالم إخواني الكرام والموجودة أيضا عبر الأنترنت في كل حوال سوف أضع لكم رابط في موقع إيبالي شرائها في حالة ما كنت تريد مشاهدة أيضا يعني صورها حتى تشتريع في المدينة التي أنت شخصيا متواجد فيها طيب نقوم بربط يعني هاتي القطعة بالحاسوب كما سوف تشاهدون عبر منفذ اليوسبي كما سوف تشاهدون ثم نربطها بجهاز الاستقبال أو بالتلفاز يعني ففي حالتنا شخصيا نختار جهاز الاستقبال لدي منافذ هاته ويا منافذ غير موجودة في الحاسوب في التلفاز صراحة كما سوف تشاهدون هاتي المنافذ يعني بالتالي سوف نأخذ المنفذ الخاص بالفيديو والصوت إلى غير ذلك يعني جماعة المنفذ ونربطها مباشرة بالقطعة التي ربطناها بالحاسوب عبر منفذ يوسبي هذه الطريقة التي سوف نحتاجها هذه القطعة تأتي ايضا بالسيدي يعني لتثبيث التعريف فعندما سوف تقوم بإدخال السيدي سوف تذهب طوال الحال إلى الكمبيوتر ثم سوف تجد يعني بأنه هناك قرص هنا كما سوف تشاهدون تقوم بتثبيث يعني التعريف ثم تقوم بتثبيث البرنامج الخاص بهذه القطعة وهذا البرنامج ثبتته من قبل ولاحظوا عندما سوف أقوم بتشغيله سوف يعرض علي ما يتم بتو هناك يعني طبعا هناك شاشة سوداء يتم معرض شاشة سوداء إخواني الكرام لماذا شاشة سوداء تعلمون بأنني أنا شخصيا لا أتوفر على طبق في هذا المنزل الذي يعيش فيه بالخصوص ويصعب يعني أن أقوم بوضع طبق حتى أشاهد القنوات لأنه يمنع هنا يعني صراحة في هذا المنزل أن أقوم بوضع هذه الطبق إخواني الكرام فلو توفر صراحة على طبق ممكن أن أشارك معكم عدة طرق يعني صراحة لكي تشاهدوا القنوات المشفرة إلى غير ذلك في كل الأحوال إن شاء الله سوف أحاول انتقال إلى منزل آخر طيب الآن كما ذكرت يتم معرض ما يتم بسه على البرنامج على التلفاز على البرنامج الذي قمنا بتثبيتي كما ذكرت كثير منكم يعرف هذه القطعة التي ستسمح لك أيضا كما سوف تشاهدون التجيل الآن يبدأ التجيل ما يتم معرضه طبعا يعني يمكن لك الضغط حتى هنا يعني للتجيل وإلى إنهاء التجيل هنا كما سوف تشاهدون المكان الذي يصدر فيه يعني الفيديوهات التي سجلت فيها البرامج مثلا على التلفاز أو المباراة إلى غير ذلك طيب الآن يعني بعد أن تم ربط يعني التلفاز بالهاتف قد تسأل يعني كيف أستطيع مباشرة مشاهدة ما يتم معرضه في الهاتف يعني فالطريقة بسيطة إذا كما ذكرت طريقة غريبة وعنما سوف نستعمل فيها برنامج هذا البرنامج الذي يقوم ب يعني سمح لك بالدخول إلى حاسوبك يعني من أي مكان في العالم أو الدخول إلى أي حاسوب أو أي هاتف بالتالي هناك يعني كود هنا سوف أضع أفتح البرنامج وأضع ذلك الكود أو العيد كما سوف تشاهدون في البرنامج في التطبيق في التطبيق سوف تجدون أسفل الفيديو ثم سوف يطلق منك الباسورد سوف أضع أيضا الباسورد الذي يعرضه علي هنا ثم أضغط على أوك والحين يعني تم الدخول مباشرة إلى الحاسوب إخواني الكرام كما سوف تشاهدون طبعا يعني إذا كنت يريد مشاهدة القنوات التي يمبوتها هنا فقط يعني بشاشة كاملة فقط أضغط على هنا هذا الزر كما سوف تجد تحمل الجميع إلى الأسود إخواني الكرام وهكذا أستطيع مشاهدة التي يتم بتها المباركة التي يتمها والأشياء التي يتم بتها على التلفاز على الحاسوب ثم إلى مباشرة الهاتف إخواني الكرام في أي مكان في العالم فأتمنى الفكرة قد نوعا ما يعني وصلتكم يعني واراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة طبعا هذه الفكرة مفيدة كثيرا كما ذكرت للناس الذين يسددهم الواي فاي يعني في الجهاز الاستقبال وأيضا مفيدة لك عندما تكون يعني في دولة أخرى وتريد مشاهدة ما يشاهده الناس يعني في عائلتك في منزلك يعني في أي مكان في العالم إخواني الكرام فالفكرة غريبة كما ذكرت يعني ومفيدة وفي نفس الوقت إذا كنت لا تسري استعمال هذه القطعة ولديك الواي فاي يعني في الجهاز الاستقبال فلن تحتاج إلى القطعة فقط تطبيقه قلنا قد شرحنا سوف تجدون رابط أسفل الفيديو يتم مواجهة بات ما هو موجود في الجهاز الاستقبال على الهاتف بدون شراء أي شيء فارقوا في مواضيع جديد تنسى ادعمينا للضغط على اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع وزيراتنا على موقعنا دول الفيديو في الوضع الفيديو على الفيديو والفيس وقفتكم سلاش وحافظ ما يحدث من الفول أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلككم دائما جديد الفيديوهات في أمان الله المترجم للقناة